الحمد لله تقاته ولتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس سورة آل عمران من السور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وأخبر أنها تحاج عن قارئها يوم القيامة وهي سورة تناولت موضوعين رئيسين أولهما محاورة أهل الكتاب والثاني مصاب المؤمنين في غزوة أحد وإنك لترى في كلا الموضوعين أنه كان للنفاق والمنافقين حضور بارز وسبب ذلك أن طوائف من أهل الكتاب تلبسوا بالنفاق فأخفوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن عامتهم حسدا له وللأميين أن يكون خاتم النبيين منهم كما أن المنافقين في المدينة خذلوا في غزوة أحد وأرجفوا وكانوا عونا للكفار على المؤمنين وفي أول سورة آل عمران بيان لمسلك من مسالك المنافقين في اتباع المتشابه من الكتاب والقضاء به على المحكم منه لإضلال الناس وإغوائهم ليحذر أهل الإيمان من هذا المسلك الخبيث فإنه سيكون في علمائهم وأمرائهم وكبرائهم من يستن بسنتهم قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومن صفات المنافقين التي بيّنها الله تعالى في سورة آل عمران أنهم يوالون الكفار من دون المؤمنين فيقفون في صفوفهم ويحرّضون عليهم ويبرّرون الإقاع بهم ولذا حذّر الله تعالى المؤمنين من ذلك في أوائل سورة آل عمران قائلاً لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله فأنزل الله هذه الآية ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم ولهذا يقول تعالى بعدها مباشرة يحذّر المنافقين بأنه يعلم ما في قلوبهم مما ودّت الكفار المحاربين وموالاتهم ومظاهرتهم ولو أخفوا ذلك عن المؤمنين قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وفي موضع آخر من سورة آل عمران نهى الله تعالى المؤمنين عن الثقة بالمنافقين البين نفاقهم وبين عداوتهم للمؤمنين وغمهم بانتصارهم وفرحهم بهزيمتهم قال تعالى يا أيها الذين عامنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عض عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط هذه أوصاف ملازمة للمنافقين في كل زمان ومكان لا تنفك عنهم أبدا ولهذا كل من أظهر سرورا بمصائب المسلمين ونكباتهم فهو منهم ولا كرام وهذا من أكثر الأمور طبيعة أن الإنسان يوالي ويحب ويظاهر من يوافقه في المبادئ والعقائد والآراء وليس هذا مقصورا على المسلمين فحسب عقيدة الولاء والبراء والإخوة أمر مشترك بين سائر طوائف الإنسانية ليس مما يستحي منه المسلم عقيدة الولاء والبراء هذه ما هي إلا مظهر من مظاهر الإنسان الطبيعية المشتركة بين كل طوائف وفلسفات ونظريات العالم الاتفاق في النظريات الكبرى عروة وثيقة تشمل الشمل وتصل الرحمة المعنوية فإذا كان الإنسان فاقدا لهذا الشعور للمسلمين بل كان واجدا لعكسه فهو لا شك منافق عظيم وإن كان يظهر إسلامه حين وقع المصاب في أحد ظهرت حقيقة المنافقين في خوفهم على أنفسهم وظنهم ظن السوء بالله تعالى فكانت غزوة أحد كاشف لهم مظهر ما في قلوبهم كما فصل في سورة آل عمران قال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدورهم ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وفي موضع آخر من سورة آل عمران نهى الله تعالى المؤمنين عن سلوك مسلك المنافقين في ضعف الإيمان بقضائه وقدره والجهل بحكمة البلاء والغفلة عن الجزاء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميد والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وفي موضع آخر يبين الله تعالى أن من الحكم العظيمة للهزيمة في أحد فضح المنافقين وكشف سرائرهم وهدك سترهم ليميز الخبيث من الطيب قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما كتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين مصاب اليوم أيها الإخوة ليس أحدا إنما مصاب اليوم أيها الإخوة في فلسطين مصاب اليوم في فلسطين يكشف القناع عن أبشع صور البغضاء وقسوة غير إنسانية في إبادة أهل غزة عن بكرة أبيهم غزة أيها الإخوة اقتربوا وافسحوا المكان للقادمين غزة أيها الإخوة قفص بشري سجن مفتوح صنعته الأيدي أيدي الصهاينة حشروا فيها أكثر من مليونين من البشر في مساحة في مساحة ثلاثمائة وستين كيلومتر مربع يعني حوالي خمسة ألاف وخمسمائة شخص في كيلومتر مربع واحد بينما في الكيان السهيوني في الأرض المحتلة يعيش أربعمائة على كيلومتر مربع أربعمائة على كيلومتر مربع بينما يعيش في غزة خمسة ألاف وخمسمائة شخص في كيلومتر مربع واحد قطعوا عنهم الميرة والمداد قطعوا عنهم الماء والكهرباء وقد كانت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية قالت عن فعل روسيا قالت الهجمات المستهدفة للبنية المدنية بنية الواضحة لقطع المياه والكهرباء والتدفئة عن الرجال والنساء والولدان هي أعمال إرهابية خالص قالته أمام البرلمان الأوروبي وقالت هذه جرائم حرب أين هذه الإدانة لإسرائيل وقد قطعوا عنهم كل ذلك بل وصرحوا بفعله بل قد قذفوا بحسب تقريرات إسرائيلية اليوم أكثر من ستة آلاف قنبلة على غزة في بضعة أيام ستة آلاف قنبلة تعرف الأمريكان لما دخلوا أفغانستان قذفوا على أفغانستان ستة آلاف قنبلة في سنة واحدة على أفغانستان كلها وهؤلاء قذفوا ستة آلاف قنبلة في بضعة أيام على مساحة يسيرة والعجب أيها الإخوة من الإعلام الغربي المتحيز غير المحايد يعدل المجرم ويجرم المظلوم من كان خول لحيئة الأمم بتقسيم فلسطين إلى دولتين وبأي معيار أصدرت قرارها سنة 1947 منهي الانتداب البريطاني الغاشم بإعطاء الصهاينة 56% من الأراضي في فلسطين بينما كانوا يمثلون 5% فقط من السكان لكننا أيها الإخوة لا نحملهم متبعة كلها فالذنب ذنبنا ابتداء نحن الذين حفرنا الحفرة لأنفسنا حين صدقنا الوعود الكاذبة للمستعمر البريطاني وخذلنا الخلافة العثمانية اتباعا للنعرات القومية والشعبية ورغبة في دولة زعموا مستقلة عن الأتراك لكن بعد الفت في عضد الخلافة لم يفل بريطاني بوعده بل أنشأ وعدا آخر وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود واليوم حوالي 80% من الأراضي لم تعد ملكا للفلسطينيين تم ضربها تم ضمها بطريقة غير قانونية بل وتتجاوز خطة التقسيم التي وضعتها التي وضعتها الأمم المتحدة إن تأسيس دولة إسرائيل في القرن العشرين جاء على حساب الشعب الفلسطيني وتمت معاقبتهم على شيء ليس مسؤولين عنه وهو اضطهاد اليهود على يد الأوروبيين لنعود إلى أحد كانت الهزيمة في أحد أيها الإخوة ابتلاءاً للمؤمنين وتصفية لصفوفهم من المنافقين فإن من أعظم محن هذه الأمة أنها بتليت بالمنافقين الذين يظهرون النصحة للمؤمنين وقلوبهم مع أعدائهم وأفعالهم في صالحهم كان نفاق عرب المدينة وأعرابها لأجل الرئاسة والدنيوية وكان ابن سلول ينظم له الخرز ليكون رأساً في قومه وفقد ذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فناصبه العداء لأجل الدنيا والرئاسة وأما النفاق أهل الكتاب فكان لأجل الرئاسة الدينية فإنهم استكثروا على الأميين أن يكون خاتم النبيين منهم واعترضوا على الله في اصطفائه وقد عرضت سورة آل عمران لأساليب من نفاقهم لإخراج المؤمنين من طمأنينة إيمانهم من أساليبهم في ذلك لبس الحق بالباطل لإخفائه وتحريف الحقائق ونشر الشنائع وكتم الحق عن الناس قال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون مع أن الله تعالى قد أخذ عليهم المثاق بإظهار الحق ونصره ولكنهم كتموا وفرحوا قال تعالى وإذ أخذ الله مثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم ومن دوافعهم في كتمان الحق ونشر الباطل حفظ الرئاسة على قومهم والإثراء باستحلال الرشاو والسحل قال تعالى إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوهم من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومن نفاقهم ما أخبر الله تعالى عنهم في آل إمران بقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قال الحسن والسدي تواطأ إثن عشر حبرا من يهود خيبر وقرع يين وقال بعضهم لبعض وادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار وقولوا إن نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجد لنا محمدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم واتهموه وقالوا إنهم أهل الكتاب وهم أعلموا من نبيه فيرجعون عن دينهم ولكن الله تعالى أكمل دينه وأظهره على الدين كله وما نفعهم نفاقهم بل أرداهم إلى دار السعير أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد النبي دورها أرداهم أعلم نسبة أعلم نفسك أعلم أن تكون في المضحين أن تكون في المضحين وزيئون أن مع السؤال أعلم نإبعكم أعلم أن تعايا حسابه أعلم عليهم سوى التي أغطيهم في التحديم الذي سؤال الى يمعني كيف؟ أعلم أنهم نسبة أعلم من المعنى أنهم قد يكروف أمسك في المنظف أن يكون لدينا أنه أحدهم اشتركوا في القناة 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 لا تشارك الله تشارك الله تشارك هذه تشاركات تنزل في كل موقع وقتها ونحن لها لا تشارك كل شخص يعني على المسلمين يتعلق لهم تشاركة من الناس لأنك معهم معهم ومعهم ومعهمهم تمتس كنون والإجراءات ونحوات لديه هذا ليست لأسفل على هكذا هذا ليست لأسفل فمسلمين كل شراء جميعهم هذا المنزل الإجراء هو لديه جميع إجراء بعض المخل Relayات في كل رحلة وůمثل عن ظلم والمعين في الناس تتعلم. تبعاً في المصرات يحلل مبادئ يشبه تحضير المعارضة ويشبه إنه يشبه ومعرفة ومعرفة المسلمين لا يشبه أو أمانيه إنه يشبه بشكل مباشر حتى لو أنه يشبه وعنده في الهدى الله تعالى الله تعالى und läutere, was in euren Herzen ist und Allah weiß genau, was in den Herzen ist. Liebe Geschwister, das Massaker, das heute in Palästina geschieht, reißt ebenfalls Masken und entlarvt. Es reißt die Maske von der abscheulichsten Feindseligkeit und unmenschlicher Grausamkeit bei der Auslöschung der Menschen in Gaza. Gaza ist ein menschlicher Käfig, ein offenes Gefängnis, von den Zionisten geschaffen und indem sie über zwei Millionen Menschen auf 360 Quadratkilometer gestopft haben. Das bedeutet 5500 Menschen auf einem Quadratkilometer, während sie selbst in der Nachbarschaft auf 400 Mann, 400 Menschen pro Quadratkilometer leben. Sie haben ihnen die Versorgung abgeschnitten mit Lebensmitteln und Strom, Wasser und Elektrizität. Seltsamerweise äußerte sich die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und sagte über Russlands Taten, gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur mit dem klaren Ziel, Männern, Frauen und Kindern, Wasser, Strom und Heizung zu entziehen, sind reine Terrorakte. Das sagte sie vor dem Europaparlament. Und sie sagte, das sind Kriegsverbrechen. Aber wo bleibt diese Verurteilung für Israel? Die ihnen all dies abgeschnitten haben und dieses Vorhaben auch öffentlich bekannt gemacht haben. Und das Schlimmste ist die voreingenommene und parteiische westliche einseitige Berichtserstattung, die den Verbrecher rechtfertigt und den Unterdrückten kriminalisiert. Wer hat überhaupt die UN dazu autorisiert, 1947 Palästina in zwei Staaten aufzuteilen? Und nach welchem Maßstab trafen sie ihre Entscheidung die Übergabe von 56% des palästinensischen Landes an die Zionisten, obwohl diese damals nur 5,6% der Gesamtbevölkerung ausgemacht haben? Die Hauptschuld, liebe Geschwister, liegt aber nicht bei Ihnen. Die Hauptschuld tragen wir selbst. Wir selbst haben uns das Grab gegraben. Als wir den falschen britischen Versprechungen Glauben schenkten und das Osmanische Kalifat aufgrund nationalistischer Parolen und des Wunsches nach einem, so behauptet von den Türken, unabhängigen Staat im Stich ließen. Nachdem wir das getan haben und dem Kalifat das Rückgrat gebrochen haben, löste Großbritannien seine Versprechen nicht ein, sondern gab neue Versprechen. Die Belfor-Erklärung Die Erklärung und das Versprechen einer anderen nationalen Heimstätte, nämlich die eines jüdischen Staates. Die Gründung Israels ging auf Kosten des palästinensischen Volkes. Das palästinensische Volk wurde für etwas bestraft, für das es nicht verantwortlich war, nämlich die Verfolgung der Juden durch die Europäer. Und heute sind 80 Prozent des Landes, 80 Prozent des palästinensischen Landes sind nicht mehr den Palästinensern. Illegal annektiert, weit über den UNO-Teilungsplan. Die Niederlage bei Uhud war eine Prüfung für die Gläubigen und eine Läuterung der Reihen von den Heuchlern. Denn eine der größten Prüfungen für diese Gemeinschaft ist, dass sie mit Heuchlern heimgesucht wurde, die den Gläubigen aufrichtige Ratschläge erteilen, doch ihre Herzen sind mit ihren Feinden und ihre Taten zu ihren Gunsten. An einer anderen Stelle, in der Surah Al-Imran, betont Allah Azzawajalla, dass eines der größten Ziele der Niederlage in Uhud war, die Heuchler zu entlarven und ihre verborgenen Absichten offen zu legen und die Masken zu entfernen. Allah Azzawajalla sagt in der Surah Al-Imran, in den Versen 166 bis 168, Das, was euch am Tag des Zusammentreffens der beiden Gruppen traf, geschah mit Allahs Erlaubnis, damit er die Gläubigen erkenntlich macht und die Heuchler erkenntlich werden. Zu ihnen wurde gesagt, kommt und kämpft auf Allahs Weg oder verteidigt euch. Sie sagten, wenn wir wüssten, wie man kämpft, würden wir euch folgen. An diesem Tag waren sie dem Unglauben näher als dem Glauben. Sie sagten mit ihren Mündern, was nicht in ihren Herzen ist und Allah weiß am besten, was sie verbergt. Der Heuchelei der Araber von Medina und seinen Nomaden ging es um weltliche Führerschaft. Eben Uwey ließ sich die Krone aufsetzen, um Oberhaupt in Medina zu werden. Durch die Auswanderung des Propheten verlor er das und wurde ihm Feind wegen der weltlichen Führerschaft. Der Heuchelei der Schriftbesitzer von Medina hingegen ging es um die religiöse Führerschaft. Sie fanden es zu viel, dass der letzte Prophet einer von den Ummiyun sein sollte und widersprachen Allah in seiner Erwählung. Einer ihrer Methoden war es, die Wahrheit mit Falschem zu vermischen, um sie zu verbergen, Fakten zu verdrehen, Verleumdungen zu streuen und die Wahrheit vor den Menschen zu verheimlichen. Und zu ihren Motiven für das Verbergen der Wahrheit und Verbreiten des Falschen gehörten, die Führerschaft über ihr Volk zu bewahren. Allah ta'ala sagt, Siehe diejenigen, die um einen geringen Preis den Bund Gottes und ihre Eide verkaufen, die haben keinen Anteil im Jenseits und Gott wird nicht zu ihnen sprechen und nicht auf sie schauen am Tag der Auferstehung. Und er wird sie nicht läutern und für sie ist qualvolle Strafe. Und wahrlich, es gibt unter den Leuten der Schrift eine Gruppe, die ihre Zungen in Bezug auf das Buch verdreht, damit ihr meint, es sei Teil des Buches, während es nicht Teil des Buches ist. Und sie sagen, es sei von Gott, während es nicht von Gott ist. Und sie sprechen über Gottlüge, während sie es wissen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!